السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مرة أخرى في التاتيمة ديال درس الأدد العقدية إذن من بعد ما شفنا الإزاحة وشرحناها مزيان وفهمناها مزيان ده بغن شوفوا التحاكي ولكن قبل ما ندخلوا الخاصية ديال الدرس اللي عندنا في الأدد العقدية سوف ندخل واحد تذكير بطبيعة الحال التحاكي ليس شيء غريب أو شيء ما عمرنا شفناه ديال جا شفناه في السنوات القبل سوف ندخل واحد تذكير باش نتفكره مزيان وذلك ساعة ندره خاصية إذن سوف نعتبره جوج نقاط في المستوى A و B أو ما رسمتهم ده بك يعطيك مثلا هاد السؤال كي يقول لك أنشي أنشي النقطة C بحيث A C المتجهة A C كتساوي جوج A B صحيح؟ إذن التحاكي كيكون عبارة عن متجهة كتساوي عدد في متجهة هاد الشي اللي شفناه إذن خصنا نرسمه النقطة C بحيث A C كتساوي جوج من المتجهة أبي فين غا تكون هاد السيادي بطبيعة الحال كين الاتجاه المباشر وكي الاتجاه الغير المباشر بمعنى إلا تعطي لنا عدد موجب بطبيعة الحال كنا نمشي لهاد الاتجاه المباشر يعني الأعداد الموجبه أما إلا تعطي لك هاد العدد ساليب من طبيعة الحال كنا ندرو على هاد الجي عادي نحو الأعدد الساليبة يلا نرسمه وغا ناخد مستارة بحلقة دونك خصني نرسم السي وعطوني هاد المعطاها هاد غالي كاسيدي آسيك منها كتساوي جوج ديال أبي جوج ديال أبي يعني فين غا تكون السي ها واحد أبي جوج ديال أبي غا تكون هنا صحيح؟ يعني هاد المسافة هاد يجوج مرات تما فين غا تكون السي يلا نرسموها غن ناخد مستارة دونك آب بي كتساوي 20 سنتيم إذن غنزيد على التنية 20 سنتيم يعني 40 سنتيم هنا فين غا تكون السي هنا إذن السي غا تكون هنا واشنفهم كيفاش رسمتها من خلال عنا قليك آسيك تساوي جوج ديال أبي ها هي آسي آسي فيها جوج ديال أبي ها واحد أبي بمعنى أبي يعني المسافة أو لا الاتجاه المسافة والاتجاه ها واحد أبي يعني لا عبرنا هاد المسافة هادي غالقه هاد المسافة هادي هاد المسافة هادي ريانيت نفسها هاد المسافة هاد شي علاش رسمة السينة يعني جوج ديال هاد المسافة هادو هاد شي اللي كان قصدو بدل قبضي هادي إلا بغينا نستعملو مصطلح التحكي مصطلح التحكي رب حالي لا إلا ن اه سي صورة صورة اه بي صورة بي بالتحكي الذي مركزه يعني ديك المركز دياله ايه ديك النقطة لكتعود جوج مرات مركزه اه ونسبته جوج ونسبته جوج اضا لمركز دياله ايه ديك النقطة لي كانت هم ديالي اللي كتعود جوج مرات في المتاجهات صحيح تسمى المركز التحاكي وبالنسبة للعدد هذا تسمى النسبة أو للمعامل التحاكي هذا الجوجه هذا تسمى معامل التحاكي سوف نمسح الصبورة لكي نفهمه مثال آخر لكي نفهمه التقاشر مزيان سوف ندزل الخاصية الدرس إذن سوف نذهب المثال آخر إلى التعطيط لنا نرسمه نقطة بالتحاكي باستعمال الخاصية التحاكي إذن لدينا آخر نقطتين من المستوى بحيث إذن بس سؤالك التعطيط يقول لك أنشي أنشي نقطة س بحيث آس س كتساوي ناقص ثلاثة آب ناقص ثلاثة آب صحيح؟ إذن كما نشوفه هنا كنا نضروع الثاني إلى التحاكي أشن هو المركز ديال التحاكي هذا هو آ نقطة لك التعود النسبة دياله هي ناقص ثلاثة إذن خصني نرسم س صورة ب بالتحاكي الذي مركزه آ ونسبته ناقص ثلاثة فين غا تكون هادي السي؟ واش هنا؟ أول حاجة خصني بعد أن نعرف واش غا تكون في هادي الاتجاه أو لا في هادي الاتجاه النسبة هي اللي كتوريني من اللي كتكون النسبة موجابة يعني كننضرو على ذاك الاتجاه من اللي كتكون سالبة كننضرو على هادي الاتجاه إذن بطبيعة الحال غا تكون السي فهذا الاتجاه دياله هادي الاتجاه حيث عندك النسبة سالبة إذن آ السي كتساوي ناقص ثلاثة دياله باش متل في ناشت القضية هادي غا نحييه داد ناقص هنا غا نحاول نحييه داد ناقص لدينا لدينا آ السي كتساوي ناقص ثلاثة آ بي تكافي آ السي كتساوي ثلاثة بي هادي ناقص هادي حيثة ولكن قلبت ترتيب ديال المتجاهة ناقص كتبدل لنا الترتيب ديال المتجاهة يلا ده بغا تكون الأمر واضحة إذن آ السي كتساوي ثلاثة ديال بي فينا هي المتجاهة بي بي يعني العقا بي ثلاثة ديال بي يلا كتعطيك آ السي آ السي إذن غن نرسموها غن نحد لون مغاير نعبر بعدش حال كين فتقشرة ديال بي ضنك تقريبا واحد أربعة إذن واحد أربعة أولا نديره إحنا واحد القاضية نستعملو البيرقار غن نرسم بي عدا وهذا مستقيم ديماً كتكون النقاط مستقيمة يلغاً ناخد بيكار كما قلنا A C كتسوي ثلاثة ديال بيأ A C اللي غتكون هناك كتسوي في هات ثلاثة ديال هاد المسافة هادي ثلاثة ديال هاد المسافة بيأ نعبر بيأش حالفها هاي بيأ بيأ إذن A C ها واحد بيأ ها جوج بيأ ها ثلاثة بيأ إذن هنا فين غتكون C هنا هاد جهة هادي فين غتكون C دب إلا طولنا هادي الخطة هدا هتكون هنا صغير إذن ثلاثة ديال ثلاثة ديال بيأ كتعطيني A C ها بيأ المسافة بيأ ها واحدة يعني هاد المسافة هادي ها واحدة ها جوج ها ثلاثة إذن A C في ها ثلاثة ديال المسافة اللي كينا في بيأ بين بيأ إذن هذه طريقة إنشاء نقاط باستعمال التحاكي وكما قلت لكم إذا بغينا نستعملوا ديالك مصطلح التحاكي كنقول سي صورة صورة بي بالتحاكي لدي مركزه A ونسبته ثلاثة ونسبته ثلاثة أو لا نسبته ناقص ثلاثة يعني كنظرو عدا هادي إذن رغم تسحس بورة باش نمشيو البرهان ديال الخاصية اللي غنديرو في الدرس ديال لأداد العقدية يالا ده بغطت دمعي لبلعفكم حيث غنديرو برهان ديال الخاصية اللي غنبقوا ونخدموه بها في الدرس ديال لأداد العقدية إذن لتكون لتكون M لحيق ديالها Z و M نخدمو به تجوجي النقاط M و M' اللي حيق ديالها و Z' من المستوى العقادي هنا المستوى العقادي P على منسوب إلى معلوم متعميد ممنضام مباشر O E V يعني بلعما نكتب لدك التقاشر كل شي إذن M M' M' صورة M بالتحاكي 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 H H يعني الرمز ديال السمية ديال التحاكي الحرف اللغو الفرنسي دونك بالتحاكي H الذي مركزه غنسمي المركز دياله OMEGA مركزه OMEGA اللي اللحق دياله OMEGA صغيرة اللي كتبع لي بحال W OMEGA صغيرة كتبع W OMEGA اللحق دياله OMEGA نيت صغيرة و نسبته و نسبته ك غير واحد الملاحظة بالنسبة لهاد النسبة هذه أولا العدد كار وعدد ينتمي إلى R نجمة يعني يقدر يكون عدد ساري يقدر يكون عدد مجاب أو لا فيه الجادر أو لا فيه الكسر مهم يخالف صفر كما قلنا M' صورة M بالتحكي OMEGA ونسبته K سنعنا نخرج دوك المتجهات دوك المتجهات عشنو كنلاحظو بعد M' صورة M اسمي ديال التحكي OMEGA ونزولي OMEGA ونضع M كتساوي M' هاد الكتاب بحال إزاحة بحال إزاحة M' M' هي الصورة M بالتحكي OMEGA صفر بالتحكي OMEGA المميزة ديال التحكي خلص يكون عندك المركز وخلص يكون عندك النسبة صفر إذن M' صورة M بالتحكي OMEGA هادية كتابة رياضية واضلا نقول لأدي الجمل هادية كنكتبوها غير بحقا M' صورة M بالتحكي OMEGA هاد الكتابة رغا تبقى تشوفوها في الكتاب الدراسية ولا في الأجوبة لغير ذلك تكافي بمعنى ركاينة ما متجهة كتساوي عدد في متجهة عشن هو المركز هو OMEGA إذن هو اللي غيرتعود لي أجوش مرات بمعنى OMEGA M' كتساوي K في OMEGA يعني متجهة في OMEGA M صفيت كما شفنا في اللول ديالة بحلقة إذن غالبس الفيكس ديك القاعدة ديال الفيكس غالبس الفيكس لها الطرف M' كتساوي الفيكس ديال هالطرف هذا K OMEGA M حسب القواعد اللي كنا شفنا يمكن لنا نخرجو داك العدد M' كتساوي عدل عدد كنخرجو حسب ديك القواعد اللي كنا شفنا الفيكس ديال OMEGA M من بعد شحل كتساوي لفيكس ديال هاد القاضية هادي OMEGA M' يعني كنديرو اللحق ديال النقطة ليلة اليمين ناقص اللحق النقطة ليلة اليسار هاد شي راج فنا اللحق ديال متجا او لا الفيكس ديال متجا ايدان Z' Z' علا شغلت Z' حيط اللحق ديال M' رهو Z' اللحق ديال M' و Z' ناقص اللحق ديال OMEGA شنو اللحق ديال OMEGA هو OMEGA صغيرة ناقص كيساوي النسبة هادي عاو التاني الفيكس ديال OMEGA M' كان بدو باللحق ديال M' شنو اللحق ديال M' و Z' ناقص اللحق ديال OMEGA في نوع OMEGA صغيرة صغيرة في كالقوا هدو العلاقة في الاخير ايدان هدو العلاقة كتسمى التمثيل العقادي للتحاكي تمثيل العقادي للتحاكي H صغير تمثيل العقادي او للكتابة العقادية للتحاكي H هدو OMEGA كتسمى او لاللحق ديال المركز هدو كتسمى النسبة ديال التحاكي H وهد Z' و Z كننضير فيهم النقاط ايدان هدو البران اقصدكم تعقلوا على هدو الكتاب باش نقطتين ديال ديال عندك H ديال النقطة كتسوي النقطة عرفوا هدو النقطة هي الصورة يعني هي اللي تخلقت وهذه هي الاصلية صفية ايدان غالي مسح صبورة باش نعطيكم خاصية ونطبقوها في التمارين اللي عندكم في الكتاب ندراسي او لا في الامتحانة الوطنية ايدان غالي غالي شو الخاصية خاصية الكتابة العقدية للتحاكي اش هي زد بريم يعني كان عاوز فقط لك شي اللي لقنا زد بريم ناقص اوميغا كتسوي ك زد ناقص اوميغا بحيث اوميغا هو لاحق المركز لاحق المركز لاحق المركز كل شي تكون عندك في التمارين لاحق المركز هذا النسبة نسبة التحاكي اش غيره ما كيكون شمون عادي يعني جميع الاعداد باستثناء صفر يعني ينتمي لاغ نجمة بالنسبة لها تزد لاحق النقطة لاحق النقطة وهات زد بريم لاحق الصورة يلا ارضو معي البال مزيان ديما بلاست زد بريم كنحطو اللحق ديال هذيك اللي تخلقات يعني الصورة اللي يعد بنت جديدة وهنا كنحطو اللحق ديال ديك اللي درنا لها الصورة وهنا بطبيعة الحال المركز وهنا نسبة فقط هادشي اللي كان بنسبة لهذا الخاصية هذي اذا بعد قليل غن تلقو مع تمرين تطبيقي باش نفهم او اعطاني هاد قشره تمرين تطبيقي لانه هو اه لتكون نحن ناخد اللو الأبيض لتكون دي صورة نقطة س وطونا اللحق دياله وحد ناقص اي باتحاك اش اللذي مركزه مركزه مثلا ا اه يساوي ثلاثة صبب اذا هادا هو التمرين ديالنا والسؤال اللي تطالينا حديد حديد لاحق النقطة دي حديد لاحق النقطة دي هادا هو السؤال فقط اللي تطالينا سوى في الوطانية او في شي تمرين اخر اذا باش نحدد لاحق ديالنقطة دي UNPULS إذاً يجب أن تكتب تمثيل العقادي أو الكتابة العقادي للتحاكي دائماً نفس الطريقة لتحدد نقطة تضع العلاقة بالتمثيل العقادي هذه هي العلاقة بالتمثيل العقادي ماذا لدينا في التمرين؟ دي صورة C أول شيء يجب أن تتعرفها في ناحية الصورة وفي ناحية الصورة دي صورة نقطة C يجب أن نقوم بمجرم الرياضيات يجب أن يقوم بصورة C ويجب أن يقرأ الجملة وقدامه إذاً يجب أن نرد البال سوف نقوم بصورة عش في ناحية الصورة هي D إذاً هي التي ستكون عد بنت C تساوي D الصورة دي ما نقوم بمجرمها هنا صحيح؟ هذه الكتابة بحالي لقلتي دي صورة C بالتحكي أش جيد تكافي ونضع هذا العجب هذا بالرصة Z ماذا يكون لحق الصورة؟ فين هي الصورة هي D إذاً ستكون هنا Z D ناقص وهنا شنو يكون لحق المركز فين هو المركز في التمرين؟ المركز المركز هو A إذاً ستكون Z A بلاست K شنو كيكون؟ النسبة اللي هي ثلاثة حل Z اللحق دي النقطة فين هي النقطة بدرنا لها الصورة C إذاً هنا زيب C ناقص المركز أو الثاني اللحق دي المركز اللي هو Z A صافي أنت لقيته تمثيل عقادي للإزاءة للتحاكيات وأخذك تخلص لجملة هذه الأخرى لذلك التحاكي تمثيل عقادي دي لا هي هذه ماذا يقول لك حدد مثلا في شيء تمرين أخر ماذا يقول لك فقط حدد تمثيل عقادي للتحاكي كتكتب لي هذه الكتابة وحبس هذا هو الجواب دا بغسلين للقال الحق دي لدي عندك الدي والمجهول A Z A و Z C را عندك في التمرين يلا غنعوضهم ومن هو نديروته كافي Z D مجهول Z A في نواة أو جوج الأقواس مبالي الأقواس سنردو ليوم البال Z C و نقص E Z A ثاني ونبقى نشرح تلقى Z D ايلي ايلي ايه ما الحبيبي ايه ما الماء ايه ما هنا غلنشر ونقدم ذا الحساب المهم خسنا لقوا داك تقاشر ديال Z D خليوا ديانات تانية بعد ايه ما انشرنا ديك ثلاثة غا تعطيك ثلاثة ناقص ثلاثة E ناقص ستة زيد زائد ستة E ثلاثة ثلاثة ناقص هذه ناقص ثلاثة هذه زائد ثلاثة E داكما تكافي داكما تكافي ثلاثة E ثلاثة D هذه مقصة نقصة وهذه مقصة ثلاثين قسمة نهجوج ايه صافي انت جاوبتي وانت جاوبتين لقيتين نقطة ديال كهذا الشي اللي كانت في التحاكي صفيت؟ هذه هي الطريقة ديال إجابة للتحاكي يعني ده بغى نمشيو التمرين أخرى باش نفهمو عود ثاني مزيان إذا ده بغى نمشيو التمرين من الامتحانة الوطنية دورة الاستدراكية والتي تعطي في التحاكي إذا سنفهمو المعطيات هما ديجان تمارع نشرت لكم الروابط ديال هذه الامتحانة من 2000 جوج حتى 2016 الدورة العادية والاستدراكية ستخرجوهم عندما الفوتوكوبية تحتهم قدامكم كل ورقة فيها جوج وطنيات اوكي جوج وطنيات إذا هذه الخصوة اللي بديكم عندكم حيث تبكي قرب الوطني سنفهمو تمارين ديالهم ونوركم طريقة الإجابة خصوصا من اللي سنوصلو الدوال المنحنة إذا سنفهم على البل سنخدموها للقشر هذا في المستوى العقادي تن تن تررن 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 تن 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 السؤال اللي كيهمنا بيين أن بي صغير اللي كتساوي ثلاثة زائد ثمانية ايه هو اللحق ديالنقطة بي صورة النقطة ا بالتحاكي اش الذي مركزه بي ونسبته ثلاثة على جوج إذا من اللي كتسمع التحاكي خصوك ولا بده تكتب تمتيل العقادي للتحاكي من اللي كتسمع الإزاحة خصوك تكتب تمتيل العقادي للإزاحة باش تلقى الأجوبة إذا غنديروا لدينا عاش تحاكي وحيدة غتكون هنا وحيدة غتكون مرة تساوي كيفاش غنعرف فينا هي الصورة وفينا هي اللي درنا لها الصورة من خلال التمرين بي صورة النقطة بي صورة النقطة من خلال هذه الجملة رابينا بي هي الصورة ديالة إذا بي هي اللي غتكون جديدة هي الصورة يعني هي اللي تخلقات اه ديجا عندك اه هي اللي درنا لها الصورة صفيت بحل اللي قلتي صورة النقطة ابي التحاكي اش هيبت هات الكتابة من اللي كتشوفها في شي كتابة ولا في شي تمرينة ولا في شي اه في شي وطاني كتعرف واش كان قصدو بي هاد القضية اللي قلت صفيت هاد شي كاني غنكتبو ديك القضية ديال الكتابة العقادي ديال التحاكي كيف نبدو اللحق ديال الصورة زيد بريم كان نحطوه بالأسطر اللحق ديال الصورة اذا نبدو باللحق ديال بي اللي هو بي صغيرة ناقص المركز فينا هو المركز هو بي شنو اللحق ديال بي هو بي صغيرة ناقص اللحق ديال المركز كتساوي النسبة اللي هي ثلاثة على جوج او إحتجاب وفينا هي اللي درنا لها السورة وفي هذا الصورة Then the better the better أو ما نعطوها ففينا اللحق ديال ترا صغيرة بي ناقص التناتيج وثاني المركز اللي هو تهبي هذا هو التمثيل العقادي ل التحاكم تdog كان عين بتدرل المTr 알고 عطيتكم الأسط приготов مامي mirrors هنا زيد بريم ناقيس اوميغا كتسويقه زيد ناقيس اوميغا اوميغا هو المركز هذا الشي اللي شدرت بهنا وهناك نحطه ليا الصورة حيث على حسب التمرين كتعرفين هي الصورة وين هي اللي درنا ليا الصورة وهناك تحط هذيك اللي درنا لها الصورة اذا اه غانا عوض كل حاجة باش نلقاوا بي بي والمجهول بي بي فين هو ثلاثة ثلاثة على جوج نتأكدو وش بي غا تساوي ذاك العجب اه كي ينزف اللي كينسى الاقواص والاغلبية كي يخرجوا اليهم غير هذه الاقواص في الوطني اذا نخصنا نردو البال بي ناقيس بنشره ناقيس هادي فادي قد تعطينا تساويذ هالجوج اولا نخليها من بيت حتى نقضي بعد الوسط اللي يجبك بغيتي تنشر دربة مش مشكل ثلاثة مع ثلاثة كيتمشي ربعة مع عربعة كتعطيك ثمانية اي صري ثمانية اي واللي كتعطينا بي ناقيس ثلاثة كتساوي ثلاثة في ثمانية اللي كتعطينا بي بي ناقيس ايضا نقلب وغوم ثلاثة اثنائي نشوف واش داك الشريط هنا فين فين صعف داك الشريط هنا اذا دي الطريقة دي الاجابة احنا ببي بيناك تسوي ثلاثة زائد ثمانية اي اذا دابر عفهمت الطريقة دي الاجابة على التمارين دي التحقيق سلت للكتاب الدراسي جوب على خاطرك على دوك التمارين وقلب ايضا على تمارين اخرى وبقى تجوب يعني نفس الطريقة نفس السيتيم نفس النظام نفس الشيء نفس الامر اذا شكرا الى التتبؤ دي الكم وعيدنا مع فيديو دي الشرح الدوران يعني حتى الدوران مهم جدا حيث ولكي تعود بزاف دي الوطنيات الوطنيات بزاف كي تعطفية الدوران وغنشرحهم زيان ان شاء الله كما فهمتوا الازاحة والتحقيق ستهموا ان شاء الله شكرا الى التتبؤ دي الكم وإلى اللقاء اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة جامع الحقوق محفوظة لدى قناة